بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم يسرني أن أرحب بكم أنا أخوكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية في الفيديو الثاني والأربعون والخاص بمنهج أساسيات وصيانة الحاسوب والذي يغطي مواضيع كورس الأيبلس شاهد تعلم واستمتع هذا الفيديو رح يكون بإذن الله نهاية الفصل السابع والذي رح ناخذ فيه مراجعة يعني أسئلة مراجعة الفصل السابع والذي تكلمنا فيه عن الطابعات ونبدأ مع السؤال الأول ما هو من التالي من المنافذ المحتملة للطابعات اختر ثلاثة عندي الخيار A وعندي الخيار C وهو السيريال وعندي الخيار D نتورك أما ال P S سلاش 2 فهذا بيتم استخدامه أو يعتبر المنفذ التقليدي للماوس أو للكيبورد لوحة المفاتيح أو الفارد فبالتالي الخيارات الصحيحة هي A وال C وال D السؤال الثاني أنت قمت الآن بإضافة طابعة جديدة بعد الإضافة وجدت أن الطابعة فقط تقوم بطباعة نصوص مشوهة فما هو من التالي من المرجح سبب المشكلة؟ الجواب مش هيكون طبعا I B Address خطأ ولا هيكون printer head خطأ ولا هيكون incorrect printer driver الخيار C هو الخيار الأكثر احتمالا وهو أن تكون قمت بعمل setup أو تنزيل للتعريف الخطأ يعني هذا التعريف يكون غير تابع للطابعة أو أنه تابع لموديل الطابعة ولكن غير تابع لنظام التشغيل الموجود على جهاز الكمبيوتر السؤال الثالث ما هو من الطابعات التالية يحتوي على عجلة والتي تشبه شكل الزهرة مع وضع الحروف والرموز على كل فرع من فروع الزهرة؟ الجواب رح يكون Dizy Wheel Printer Dizy Wheel Printer هي البرنتر اللي بينطبق عليها الوصف الموجود في السؤال بحيث أن رأس الكتاب الخاص فيها بيشبه زهرة الربيع وتحتوي على الكثير من الفروع كل فرع بيحتوي على حرف أو شكل أوراق طبعا تعتبر Tizy Wheel Printer أو طابعات العجلة من النوع Tizy تعتبر من الطابعات أو يتم تصنيفها من طابعات الضغط السؤال الرابع ما هو الجزء في الطابعة الليزرية الذي يؤمن الفولتية الخاصة بشحن ونقل طبعا ونقل الشحنة لتجميعة الكورونا الجواب هو الخيار A اللي هي High Voltage Power Supply ويطلق عليها ال HVPS هذه القطعة موجودة في الطابعات الليزرية مهمتها أنها توفر الشحنة العالية الخاصة بتجميعة الكورونا السؤال الخامس ما هي قطعة الطابعة التي تقوم بنقل الحبر من الأسطوانة الحساسة للضوء إلى الورقة؟ الجواب رح يكون الخيار C اللي هي Corona Assembly أو مجموعة الكورونا هي المسؤولة عن نقل الحبر من الأسطوانة الحساسة للضوء إلى الورقة السؤال السادس ما هي الخطوة التي في عملية الطباعة في طابعة الليزر تحدث مباشرة بعد مرحلة الكتابة الخيار دي هو الخيار الصحيح اللي هو الديفلوب إنك أو عملية نقل الحبر من مخزن الحبر اللي هو يطلق عليه الديفلوب إلى الأسطوانة طبعا إلى الأسطوانة الحساسة بالضوء بحيث يتم تغطية ما تم رسمه وكتابته على الأسطوانة بالليزر يتم تغطيته بالحبر لكي يتم بعد ذلك من خلال أشعة كورونا يتم بعد ذلك نقله من طبعا يتم شحن بحيث يتم شحن الورقة بكورونا ولي تقوم بصحب الحبر من بعد ذلك من الأسطوانة الحساسة للضوء إلى الورقة إذن العملية التي تحدث بعد عملية الكتاب على الليزر يعني باستخدام الليزر يتم الكتاب على الأسطوانة الحساسة للضوء المرحلة اللي بعد ذلك هي الديفلوب إنك واللي هي عملية نقل الحبر من مخزن الحبر إلى الأسطوانة الحساسة للضوء السؤال السابع ما هي المجموعة التي تقوم بمهمة الضغط على الحبر في الورقة؟ الجواب هو الخيار بي اللي هي الفيوزر الفيوزر بتقوم بضغط الحبر التونر الخاص بالطبعات الليزرية في داخل الورقة السؤال الثامن ما هي كمية الفولتية التي يتم تزويدها للورقة لنقل الحبر إلى الورقة في العملية الكهروضوئية في طابعات الليزر؟ الجواب الصحيح هو الخيار A ستمية فولت دي سي بلس هذه الشحنة اللي بيتم من خلالها طبعا شحنها بالورقة لكي تمتص الحبر من الأسطوانة الحساسة للضوء السؤال التاسع ما هي من أنواع الطابعات التالية والتي يشار إليها إلى طابعة الصفحة؟ لأنها تقوم بتوجيه أمر الطباعة كصفحة واحدة في الوقت الواحد اختر خيارين الجواب الصحيح هو البابل جيت والليزر طابعات نفذ الحبر والطابعات الليزرية لما يتم إصطار أمر الطباعة فإن الأمر يكون على شكل صفحة ورا صفحة وليس صدر ورا صدر زي المستخدمة في طابعات الضغط السؤال العاشر ما هو من التالي من لغات وصف الصفحة؟ اختر خيارين عندي الخيار B البوست سيكريبت وعندي الخيار D البي سي أل اللي هي برينت كونترول لانجوش بالنسبة للخيار A و C هم تلاعب يعني ب خلينا نقول تلاعب بالألفاظ فعندي هنا بيج سيكريبت هي تشبه بوست سيكريبت لكنها غير صحيحة أما البيج تسيكريبشن لانجوش فهذا ما يطلق عليه لغة وصف الصفحة وليست واحدة من أنواع لغات وصف الصفحة هو ما يطلق يعني لما يقول لغة وصف الصفحة إيش معناها؟ بيج تسيكريبشن لانجوش وتختصر بي بي دي أل بس مش معناها أنها هي لغة وإنما هي ترمز إلى اللغات المستخدمة زي البوست سيكريبت أو البي سي أل السؤال الحادي عشر ما هو من التالي كخطوة في عملية الطباعة الكرهضوئية المستخدمة في تفريغ الليزر على مناطق مختارة من الإسطوانة الحساسة للصوء وبالتالي تشكيل الصورة على الإسطوانة هذه المرحلة بيطلق عليها مرحلة الريتنج أو الكتابة الخيار إيه؟ هو الخيار الصحيح السؤال الثاني عشر ما هو من التالي من أنواع الطابعات اللي من الممكن استخدامها مع الأشكال المتعددة مالتي بارت فورمز والمقصود بها أكثر من ورقة في نفس الوقت الجواب عندي طابات الـ ماتريكس برينترز وأيضا طابات الـ ديزي ويل برينتر طابعات الضغط من خلالها ممكن أني يعني يعني تعطيني خاصية الطباعة على أكثر من ورقة بحيث يكون عندي نوع من الورق يطلق عليه الكربون هذا الورق بينطبع عليه مرة واحدة فينتج عنه نسختين إلى ثلاث نسخ بعض الأنواع ثلاث نسخ وبعض الأنواع نسختين فهذا هو المقصود بالمالتي بارت فورمز السؤال الثالث عشر ما هي قوة الجهد الكهربائي لسلك الكورونا أو بكرة الكورونا الجواب هو الخيار A اللي هي 600 بلس في بعدين DC يعني في فولتج وديركت كارينتلي يعني الجهد ثابت أو فولتية ثابت السؤال الرابع عشر ما هي اسم القطع الموجودة في طابعة ثقاعات الحبر والتي تحتوي على رأس الطباعة الجواب الخيار B اللي هو الإنك كارتريج أو حامل الحبر السؤال الخامس عشر ما هو الترتيب الصحيح للخطوات الخاصة بعملية الطباعة الكهر وضوئية هنشوف هي تبدأ بعملية التنظيف كلينينج اللي هي عملية تنظيف الأسطوان الحساسة للضوء من الأحبار اللي تم استخدامها سابقا فنشوف هنا الخيار دي مباشرة هو الخيار الصحيح لأن العملية تبدأ بكلينيج تنظيف بعدين شارجينج شحن بعدين ريتينج كتابة بعدين نقل الحبر بعدين نقص اسمه الشحن وبعد كذا الفيوزينج فالخيار دي هو الخيار الصحيح كترتيب للخطوات اللي بتتم في الطابعات الليزرية الكهر وضوئية السؤال السادس عشر أي طابعة تستخدم العملية الكهر وضوئية ما هي عدد المجموعات التي تحتويها اللي هي السامبليز الجواب عدد تسع مجموعات الخيار دي ومع الطابعات الليزر الحديثة لم يعود هناك حاجة إلى مجموعة الأوزون فيلتر اللي هو مصف في الأوزون وبالتالي أصبح لدينا ثمانية مجموعات بس مع الستاندرد يعني القديمة تسعة بشكل تقليدي أما الحديثة الآن أصبحت فقط أصبحت فقط ثمانية لأنه الأوزون فيلتر أصبحنا لم نعد في حاجة إليه السؤال السابع عشر ناهية من المحتويات بشكل تلقائي في طابعات الليزر الضوئية في خرطوشة الحبر الجواب رح يكون عندي التونر اللي هو الحبر الخيار بي أيضا برينت درام اللي هو الأسطوان الحساسة للضوء كذلك حيكون طبعا مش الليزر رح يكون الخيار دي اللي هو المطاط اللي مسؤول عن تنظيف الأسطوان الحساسة للضوء نشوف مع بعض الخيارات يقول لي هو عالي في عملية إرسال البيانات مقارنة بالسيريال هذه معلومة صحيحة وتعتبر ميزة هو أعلى من المنفذ المتوازي هذه أيضا معلومة صحيحة هو بيتعرف بشكل تلقائي على الأسهزة الجديدة هذه معلومة صحيحة وتعتبر ميزة من مزايا اليو اس بي هنا يقول أنه يسمح للطابعة بأن تقوم بالاتصال بالشبكة والسيرفرات والوركستيشن طبعا الخيار دي هو الخيار الصحيح طبعا لهذا الجواب حيث يعتبر هذا الخيار ليس من مزايا اليو اس بي فاليو اس بي ليس كرث شبكة عشان من خلاله يتم الاتصال بالشبكة هو منفذ من خلاله نستخدمه لاتصال الجهاز مع جهاز يعني هي الجهاز اللي هو جهاز الطابعة مع جهاز الكمبيوتر السؤال التاسع عشر ما هو الإعداد الذي يسمح لعدد من المستخدمين بأن تستخدم طابعة واحدة هل هو الـ IP address طبعا خطأ هل هو الـ driver خطأ هل هو الـ GDI خطأ هل هو الشير نعم الإعداد الشير اللي هو زي ما هو واضح من اسمه والمشاركة وهو من خلاله من خلال هذا الإعداد نستطيع أن نجعل طابعة واحدة يتم استخدامها من قبل أكثر من المستخدم وذلك نحتاجه يعني هذه نحتاجها العملية لما يكون عندي طابعة واحدة وعندي أكثر من المستخدم ممكن يكون هذا حتى في المنزل أو في عندي في العمل في داخل شبكة فعندها راح أحتاج إلى أني أفعل خاصية الشير المشاركة السؤال العشرون والأخير ما هو أبطأ أنواع منافذ الطابعة هل هو السيريال؟ هل هو الـ USB؟ هل هو الـ Ethernet؟ هل هو الـ Wi-Fi؟ طبعا الجواب هو السيريال السيريال هو أبطأ أنواع منافذ الطابعة لذلك أصبح حاليا لا يتم استخدامه مع الطابعة بذلك ومن خلال وإلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الفصل الفصل السابع إن شاء الله الفصل القادم راح يكون يعني الفيديو القادم راح يكون الفصل الثامن واللي راح نتكلم فيه عن فهم الإجراءات التشغيلية وتجميع الكمبيوتر بحيث راح نتعرف على كيفية تجميع قطع الكمبيوتر اللي تعرفنا عليها في فيديوهات سابقة مع بعضها البعض لكي يصبح لدينا جهاز الكمبيوتر ونقوم بتشغيله وكذلك ما هي الخطوات الواجب اتباعها للحماية سواء حماية مهندس الشبك أو مهندس الكمبيوتر عندما يجمع جهاز الكمبيوتر لكي لا يتعرض للخطر لأن جهاز الكمبيوتر في النهاية هو جهاز كهربائي وبالتالي إذا تعاملنا معه بشكل خاطئ راح يسبب لنا صعقات كهربائية وخلافه كذلك حماية الكمبيوتر من أخطاب مهندس الكمبيوتر أو مهندس الصيانة لأن جهاز الكمبيوتر أيضا مثل ما هو كهربائي هو إلكتروني يحتوي على الكثير من القطع الإلكترونية واللي التعامل معها بقسوة أو التعامل معها بشكل خاطئ يؤدي إلى إلحاق الضرر فيها هذا إن شاء الله راح نسلط عليه الضوء بإذن الله في الفصل الثامن إلى هنا نصل لنهاية هذا الفيديو كان معكم حسب مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته